إحنا معنا خبر عاجل مهم جداً خليني برضو أقولوا لحضراتكم هو جي نصه كالتالي تحديداً قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية وعرض أمره على الجمعية العمومية وكان طبعاً حضراتكم عارفين العمري فاروق قد أقام تعنو وتضامن معه النادي الأهلي واللي كلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوة وكان طلب العمري فاروق في تعنو إلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب طبعاً عليه من أثار وأعلن أيضاً مجلس إدارة الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب عن اندمامه للعمري فاروق في دعوة وطلباته ده طبعاً احتراماً وتقديراً لإدارة الجمعية العمومية اللي منحت العمري ثقتها بأكثر من 19 ألف صوت ده خبر عاجل كان مهم جداً نحن نقرأ لحضراتكم